موازنة عام 2018 في العراق باتت الشغلة الشاغلة للبرلمان والحكومة في بغداد بعد اخفاقهما في اقرارها حتى تاريخ هذا اليوم مصادر حكومية وبرلمانية كشفت عن اعادة البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الى الحكومة بسبب خلافات حادة على اكثر من 20 بندا ابرز بنود هذا الخلاف مسألة اعمار المدن المستعدة من سيطرة تنظيم الدولة وتعويض المتضررين والنازحين فضلا عن موضوع توزيع الموازنة بين المحافظات واعتراض الاكراد على حصتهم السنوية برلمانيون اكدوا ان اعادة الموازنة الى الحكومة جرت الاسبوع الماضي وان هناك توافق سياسي بين الكتل لاعادة الموازنة الى الحكومة لتعيد النظر فيها مجددا وترسلها الى البرلمان لغرض المصادقة عليها البرلمانيون اكدوا كذلك ان الموازنة لم تحوي قروضا ولا مشاريع خدمية او تنموية ولا وظائف للمدن المستعدة من ايدي تنظيم الدولة رغم تمتع المحافظات الاخرى بهذه الامتيازات علاوة على ذلك لعب اعتراض بعض الكتل البرلمانية على تخصيص مبالغ مالية للوقف الشيعي وعدم تخصيص اي مبالغ للوقفين السني والمسيحي وبقية الديانات في العراق لعب دورا كبيرا في اخفاق المصادقة وفق مسؤولين حكوميين خبراء اقتصاديون يرون ان تأخر الموازنة لا يعني عجز الحكومة في بغداد من الاستمرار في دفع المرتبات وتمرير بعض المشاريع والنفقات التشغيلية اللازمة بطريقة الاقتراض من البنك المركزي بينما يرى اخرون ان الخلاف الحالي حول الموازنة ليس اقتصاديا فقط بل هو خلاف سياسي يتمثل في صراع الكتل السياسية داخل البرلمان صراع يجعل من تمرير موازنة عام 2018 في المدى المنظور امرا مستحيلا